زيلانسكي يتهم الغرب بعدم الإبقاء بل الإفاء بوعوده تجاه أوكرانيا إذن قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلانسكي إن الوعود الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لم يتم الإفاء بها وأوضح في مقطع الفيديو نشر على التليجرام نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جوا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلموننا إياها وتابع لكن مسؤولي ذلك سقوط ضحايا تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتل الروس وكان زيلانسكي قد تعهد مساء أمس الاثنين من قصره الرئاسي في كيهف بالبقاء في العاصمة الأوكرانية مدام ذلك ضروريا لكسب الحرب الوطنية في رمز آخر للتحدي في مواجهة العدوان الروسي وفقا لصحيف الدلمال البريطاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر